واحد بيقول لماذا لم يعطينا الرب يسوع جسد ممجد بعد ايماننا بيسوع المسيح ارجو الرد الخلاص اللي تمموا يسوع خلاص سلاسي خدنا منه اتنين والمتأجل التالت للمجيء التاني ايه الاتنين اللي خدناهم احنا نتكون من روح ونتكون من نفس ونتكون من جسد لما اخطأ الانسان اخطأ بالروح والنفس والجسد يعني روحي بقت خطية ونفسي بقت خطية وجسدي بقى خاطي لما جيت تمم المسيح الخلاص على الصليب اعطانا العربون كلمة عربون يعني مش كل امكانيات الخلاص ادانا جزئية من امكانيات الخلاص واجل الجزئية التالتة للمجيء التاني ايه الجزئية اللي ادهاننا ادانا ولادة الروح كيف تخلص الروح بالولادة وارواحنا تولدت ودي خدناها والدليل على ذلك ان الروح يشهد لارواحنا اننا اولاد الله والدليل التاني متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات فاصبح الله ابونا فالروح تولدت الجزئية التانية النفس خلصت خلاص النفس ولادة الروح وخلاص النفس دي خدناها ولا لسه خدناها عشان كده يقولك كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن ايه المخلصين مش اللي هنخلص المخلصين فهي قوة الله والخلاص ثلاث مراحل ماضي بررنا ودي التم لما خرجنا من المعمودية حاضر يقدسنا ودي تاخد العمر كله مستقبل يمجدنا اما خلاص الجسد لسه ما خدناهوش اتأجل وده اللي بيقوله بلقس الرسول في رسالة روميا متوقعين يعني منتظرين التبني في ده اجسادنا ايه في ده اجسادنا لان لما يجي المسيح هيغير الجسد اللي نساكن فيه ويبقى على شفه جسد مجدو يعني هيتغير من جسد مادي لجسد روحاني فاحنا لما بنيجي نتناول بنتناول المسيح يسوع الممجد يعمل في روحنا يعني يشهد لنا ان اولاد الله ونفسنا ان احنا مخلصين لكن متأجل عمل الجسد لما يجي التاني الذي سيغير شكل جسد تواضعنا علشان يبقى على شفه جسد مجدو ترجمة نانسي قنقر